إحنا تابعنا الأيام اللي فاتت دي الأخبار الخاصة بالطقس المحافظات كلها تقريبا بدأت تستعد علشان هيئة الأرصاد الجوية كانت بتحذر وكانوا معنا على التليفونات في أكتر من حلقة بيقولوا عن حالة الطقس اللي جاية دي وإحنا كلنا حاسين أن الأمور خلاص بتتغير والناس بدأت تكتب بوستات خدوا بالكوا الدنيا برد لكن مع رافع درجة الاستعداد بسبب حالة الطقس والأمطار الغزيرة اللي بتتعرض لها البلاد زي ما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في فعلا محافظات تعرضت لأمطار وتم التأكيد على أنه خلال هذه الأيام هيبقى في حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية فعلا خاصة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار دي تستمر معنا شوية يعني حتمتد لمناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلينا نشوف في التليفون الأخبار بس بعد كمان ما أقول لحضراتكم أنه زي ما شفنا الغرداء فعلا وأنا يمكن فاكرا الفيسبوك فجأة يعني ناس كتبت أنه مطر ده فيه دلوقتي أمطار في طريق الغرداء رأس غارب وده طبعا يعني كان متوقع وكانت هيئة الأرصاد بتتكلم عنه وأكيد ده أثر على الحركة المرورية في الطريق أثر على الناس اللي كانت واخدة يعني طريقها في الوقت ده لأي سبب محافظة البحر الأحمر أعلنت فتح طريق القصير فقط بعد تحسن الأحوال الجوية هناك واستمرار غلق طريق سفاجة بعد ما تسببت مياه الأمطار الغزيرة في نحر أحد الجانبين يعني فيه أحد الجانبين في الطريق خلاص ما بقاش يعني ينفع أنه الصور دي قدام حضراتكم من أحد طرق الفرق موجودة وشغالة